الفرملة والتوقف يعد نظام الفرملة والتوقف أهم عوامل الأمان في السيارة فبفضل هذا النظام يتمكن السائق من إيقاف المركبة بشكل سريع عندما يعترض طريق المركبة أي عائق أو خطر وبفضل هذا النظام أيضا تتمكن المركبة من تخفيف السرعة والمحافظة عليها والسؤال الآن هو كيف يعمل هذا النظام عندما يقوم السائق بالضغط على دواسة الفرملة تتحرك عتلة متصلة بهذه الدواسة من جهة وبجهاز تقوية الفرامل من الجهة الأخرى يقوم هذا الجهاز بمضاعفة قوة الضغط التي أثر بها السائق على الدواسة وذلك حتى تصبح عملية الفرملة أكثر فاعلية يحتوي جهاز تقوية الفرملة على استوانة رئيسية يتوسطها حجاب حاجز وتتصل هذه الاستوانة مع مجاري السحب الخاصة بالمحرك عن طريق هذا الخرطوم وظيفة هذا الخرطوم سحب الهواء من الاستوانة مما يؤدي إلى إحداث تخلخل في الهواء على جانبي الحجاب الحاجز وكما أسلفنا تتحرك هذه العتلة بفعل الضغط على دواسة الفرامل محركة معها عمود المكبس وفاتحة صمام الهواء الخارجي ومغلقة صمام الهواء الداخلي بذلك تنحصر خلخلة الهواء في الجزء الأيسر من الاستوانة ويتعرض الجزء الأيمن للضغط الجوي الخارجي فيصبح بذلك ضغط الهواء على الجهة اليمنى أعلى من الضغط على الجهة اليسرى بسبب عملية سحب الهواء وخلخلته فيؤدي هذا إلى تحرك الحجاب الحاجز إلى اليسار دافعا معه هذه الصفيحة المعدنية المثبتة على عمود المكبس يقوم عمود المكبس بدوره بدفع زيت الفرامل وضغطه عن طريق مكبس للفرامل الخلفية ومكبس للفرامل الأمامية عندها يندفع زيت الفرامل عبر أنابيب الزيت إلى الفرامل الخلفية والأمامية إذن فالقوة المؤثرة على مكبس الزيت ليست هي القوة الوحيدة التي يؤثر بها السائق على دواسة الفرامل وإنما يضاف لهذه القوة قوة الضغط الناتجة عن مقو الفرامل لذلك نلاحظ في معظم السيارات أن الفرامل تصبح شبه معدومة عندما يتوقف المحرك عن العمل وذلك بسبب توقف عملية سحب الهواء عن طريق شوط السحب في إسطوانات المحرك وتبقى بذلك قوة القدم هي القوة الوحيدة المؤثرة على مكابس الفرامل دعنا الآن نعود إلى متابعة طريقة عمل الفرامل تحتوي معظم المركبات على نظام فرامل خلفي يختلف بأشكال أجزائه عن نظام الفرملة الأمامي لكن للنظامين نفس مبدأ العمل تثبت الإطارات الخلفية في السيارة على غطاء مجموعة الفرملة الخلفية هذا الغطاء بدوره مثبت على محور نقل الحركة وعلى قرص مجموعة الفرملة المثبت على الكفة الخلفية يقوم الزيت القادم من مكبس الزيت الرئيسي إلى مكبس الزيت الخلفي بدفع عمودي المكبس إلى الخارج الذين بدورهما يدفعان حذوتي الفرامل المثبت عليهم المادة الاحتكاكية باتجاه غطاء مجموعة الفرملة الدوار فيحدث عندها احتكاك قوي بين المادة الاحتكاكية والغطاء مما يؤدي إلى تخفيف سرعة دوران هذا الغطاء أو إيقافه وبالتالي إيقاف دوران الإطارات التي تحتك بدورها مع الطريق محدثة عملية الفرملة أو التوقف أما بالنسبة للفرامل الأمامية فلا يختلف شيء سوى أن الإطارات مثبتة على قرص معدني هذا القرص مثبت على الكفة الأمامية وتثبت مجموعة الفرملة على الكفة ذاتها أيضا يقوم الزيت المندفع من مكبس الزيت الرئيسي إلى مكبس الزيت الأمامي بدفع عمودي المكبس إلى الخارج الذين بدورهما يدفعان المادة الاحتكاكية باتجاه القرص المعدني الدوار محدثين بذلك احتكاكا بين المادة الاحتكاكية والقرص المعدني مما يعني تباطؤ دوران القرص المعدني أو توقفه عن الدوران وبالتالي توقف الإطارات الأمامية المثبتة على هذه الأقراص بسبب احتكاكها مع الطريق عند إزالة الضغط عن دواسة الفرامل ترجع نوابض مجموعة الفرامل الخلفية والأمامية المواد الاحتكاكية إلى وضعها الأصلي مما يعني تدفق الزيت من مكابس الفرملة الأمامية والخلفية عبر الأنابيب إلى مكبس الزيت الرئيسي ومنه إلى خزان زيت الفرامل إذن نظام الفرملة يعتمد على تحويل الطاقة الميكانيكية الدورانية إلى طاقة احتكاكية مما يعني ارتفاع درجة حرارة عناصر الفرملة وبالتالي توقف الفرامل عن العمل في حالة ارتفاع درجة حرارتها بسبب الاستعمال المتواصل للفرامل ترجمة نانسي قنقر